آخر الأرقام على عهدة نائب الرئيس التركي في مؤتمر صحفي الآن على الهواء مباشرة يتحدث عن ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 2379 قتيل 14483 إصابة أو جريح و52 ألف تم توزيعهم على مراكز الإيواء سواء في المدارس أو الملاعب أو كل مراكز الإيواء 52 ألف تركي أو 52 ألف ممن يعيشون في هذه المناطق العشر المنكوبة تم توزيعهم على مراكز الإيواء بالأرقام التركية الأخيرة اللي هي 2379 بالإضافة لآخر رقم سوري وصلنا له 1400 إحنا بنتكلم على إجمالي حتى هذه اللحظة حوالي 3779 قتيل أو قرب 3800 ضحية قتيل وقتيلة من جراء هذا الزلزال بدأنا البرنامج بـ 2500 والآن خلال ساعتين الرقم ارتفع لـ 3800 ضحية يعني الحياة أنه ليلة صعبة جدا في تركيا وفي سوريا أيضا